قام وفد يمثل الشركاء في مشروع سمارت بزيارة لبيت العناية الإنسانية في الفحيص التابع لجمعية راهبات الصليب وبعد أن استمع الوفد من مديرة البيت الأخت نوها صدقة عن واجباته وأهدافه انطلق الفريق إلى محطة تنقية المياه العادمة في المنطقة للإطناع على مراحل توسعتها وتطويرها ويشار أن بيت العناية الإنسانية في الفحيص تم افتتاحه عام 1999 من قبل جلالة الملكة رانيا العبدالله ويتألف من 30 غرفة لكبار السن وغرف مشتركة لنشاطات متعددة الأغراض ويقدم البيت خدمات على مستوى عال تشمل التمريض والرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للنزلاء حتى أصبح منارة بارزة المعالم في المملكة شكرا